مرحبا كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبجرحوت رح حاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية والعملة إلى كل الشريك هتحدث كذلك حتى فيها عن كتير أمور تتعلق بالعزيب وهذه القراءات انطبق على البجر الشمسي قمر يطالع في إمكاني تنسكوا القراءة عكسية بالنسبة لك يا برج الحوت عم شوفك تتحدث مع أحد من الانترنت عم شوفك كذلك ممكن هذا الإنسان يجلوب لك سعادة كتير كبيرة بهذه الفترة عم شوفك كتير سعيد حتى أنه انت بتعت عن كل الأشي اللي عم تجعلك يا برج الحوت غير سعيد عم شوفك كتير سعيد بالوقت الحالي وفي يعني كأنه هذا الإنسان عم يجلوب لك سعادة كتير حارمة بالنسبة للشريك عم شوفه شخص ممكن يكون برج من الأبراش المائية أو من برج الثور الجوزاء كذلك عم شوفه هذه الشخصية شخصية رومانسية جدا وشخصية حالمة وممكن حدا كتير حالم جدا يعني عم يكون شخصية بتروح لأبعد الأماكن عم شوفه لهذا الإنسان شخصية كذلك متقلبة المزيج متقلبة الفكر شخصية عامة الأبراج المائية أو الأبراج اللي هي روحانية كتير كبيرة بتكون متقلبة ما بتكون ثابتة على مود واحد بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الإنسان عم شوفك سعيد جدا بس عم شوفك كأنه هذه العلاقة أنساتك المشاق اللي كانت بالماضي وعم تجيب لك سعادة أكثر وكأنه عم توازن حياتك أكثر بالنسبة للشريك كذلك عم شوفها لأنه هذا الإنسان بيبعث لك يعني تقريباً الطاقة فيها نوعاً منها الأوقات عم تتحكوا مع بعض وبيكون فيها مشاكل الأوقات عم تكون الأوضاع ثابتة بس عامة أنتم من الشخصية وعامة عم شوفها الشخصية اللي هي بتتجاكروا بشيء وعم تتصلحوا يعني بسرعة يعني عم شوف هيك العلاقة عم شوفه لهذا الإنسان كذلك بيحب أنه يكون معك وعنده رغبة أنه يكون معك ويستمر معك كذلك بالوقت الحالي أنت عم شوفك متجاكر معه ومبتعد جداً أوكي في مشاعر كتير قوي وعم يجلب لك سعادة وعم يجلب لك هذه الطاقة الحلوة بس بالوقت الحالي ما عم تحكي معه أبداً بس عم تحبه لهذا الإنسان مبتعد عنه وبتحبه يعني في علاقة عاطفية هون طفولية أكثر عامة الإنسان لما بيحب بيصير طفولة أكثر بيصير يعمل أشياء طفولية بيزعل من أشياء بسيطة يفرح من الأشياء بسيطة وبقى عامة برج الحوت برج رومانسي حساس طفولة هيك يعني إذا حاب هو بيحب مثل الأطفال ممكن هيك أنا عم شوفك يا برج الحوت عم شوف شوي لأنه أنت تحبه لهذا الإنسان بس ممكن حالياً مبتعد عنه عم شوفك مبتعد كذلك حتى هو يقرقه ابتعادك عنه بس هذا الإنسان يريدك برغم أنه رح يعمل خطوة إذا أنتم مبتعدين رح يعمل خطوة لإصلاح أمور بينك وبينه عم شوف على أنه مستقبل العلاقة جيد جداً في هابي ناس وفي فرح وفي كل شيء طاقة جيدة لنجح هذه العلاقة عم شوف على أنه ممكن هو إذا كان يريد الزواج منك فهذا الإنسان ممكن يكون أجمل أب وكمان يعني رجل محب هيدا بالنسبة للرجال عم شوف على أنه يعني بيقلك أنه الكونكلوجين أو القريب أنه تكون هذه العلاقة تصل إلى مرحلة متقدمة أو يكون نتاج لهذه العلاقة يا تتطور وتصيروا بعلاقة زواج شيء مثلاً يتعلق بالزواج أو تصير شيء لازم تحصلوا على نتيجة إياه تبتعدوا عن بعض يصير في علاقة زواج وكمان هون بيقلك فاميري يعني تقريباً أنه رح تكونوا أسرة مع بعض عم شوف كذلك يا برش الحوت لأنه أنت شخصيتك جدابة بشكل غير طبيعي للشريك الآخر عم تجذبوا بشكل مش طبيعي أبداً ممكن أنت تتعامل كما قلت مع هلدي الأبراج أو تتعامل مع أبراج مائية بامتياز هوائية ونارية عم شوف أبراج الحوت وخاصة العذاب عم شوفهم يرغبون كثير بعلاقة استقرار يحبوا فيها وينحبوا يعيشوا الحب من قلبهم عم شوفهم كأنه في عندهم كمية مشاعر كتير كبيرة بس عم يخفوها عن الناس كأنه عم يظهروا شيء ليس منهم يعني بدهم أن يكونوا بعلاقة بس علاقة جدية علاقة توصلهم لمراحل كتير كبيرة كان نصر لهم هذه السنوات الأخيرة أو الأشهر السابقة عم يتعرضوا أو عم يتعرفوا على ناس خائنين ناس مش بنفس الثقة الذي يعطوها للناس الآخرين عم شوفهم أكثر من زويين لحالهم بس شايلين كتير مشاعر بدهم يعيشوها مع شخص آخر ما عم شوف صراحة في شخص ممكن في تواصلات على الانترنت في حكي في كلام بس ما عم شوف في شخص جدي يأتي الى برج الحوت ليتواصل معه من السبعة مثلا للحياة العامية برج الحوت عم شوف في حدا يعني رح تلتقي معه ممكن يجي للبيت عم شوف في سعادة رح تلتقي ممكن حتى للبعض يكون في زاويج عم شوف كذلك الأوضاع المالية ليست بالجيدة وعم شوفك ممكن للبعض فيكن ممكن يغير بيت أو يعمل أصلاحات بالبيت كذلك عم شوف كذلك حتى في راغبة كتير كبيرة لتزاويش وللوضع العاطفي عم شوف الطاقة تقول الى الوضع العاطفي كتير عم شوفك يعني تقريبا حابب انه تكون بعلاقة بس عم شوفك موتر كأنه خايف خايف من المستقبل خايف من الاشياء التي ستحصل بالمستقبل بس عم شوفك تريد الحب تريد الزاويج تريد الاستقرار العاطفي كأنه عندك احتياجات كتير كبيرة بهذا الشهر لكن ما يتعلق بالوضع العاطفي عم شوفك كذلك على انه تطلب الله كل يوم كل ليلة لتحقيق متمنيتك بس ان شاء الله راح تكون خير باذن الله عم شوفك كذلك حاسم قرار اه الى البعض منكم عم شوفهم يتخذون قرار تجاه علاقة علاقة حب على انه انت اه اه ممكن قدام فرصتين عندك فرصتين بالحياة يا اما بالعلاقات يا اما بالعمال يا اما وانت حائر اوك او اخذت قرارك حاليا عم شوف كأنه الامور صارت اوضح وصار في نوع من الوضوح بالعلاقة او وضوح بالعمل او وضوح واحد وعلى حسب اوكي اه يعني في بحييتك واخترت واحد منهم حسامت اوكي في حسم اه عم شوف على انه الشريك اه شخص عنده مركز عالي مركز بالشغل جدا عالي ممكن حتى اه الوضع الاجتماعي او الوضع العائلي الاسري تبعه كتير اه يعني بعائلة راقية بعائلة عندها اسم اه مشوف اه كذلك على انه الانسان يعني عم تشوفه كأنه ملك حب يعني انسان عنده اه يعني كلامه معصول بيعرف كيف يحكي خاصة بالكلام يعني بيعرف كيف يجده بالشريك يعني بيعرف كيف اه يغوي الشخص الاخر عنده هالتكنيك بحييته ويعرف يعني كلامه معصول هالانسان اوكي عم نشوف كذلك على انه اه هالانسان اه ممكن الشيء اللي عم تحبه فيه انه يعني ممكن اه عم يجاهر بحبك امام الملأ وعن يعني كأنه ممكن سبب الخصام وهيدا ما عم يظهر اللي حاليا لانه عم شوف فيه نوع من الخصام او فيه نوع من الحيرة عم تحصل لك حاليا انه هالانسان بالرغم من من كلامه المعصول وانه بيقل كتير اشيء ما فيه قرار او ما فيه اه يعني خطوة للمستقبل لخطوة للزواج خطوة لشيء جميل يكون قرر بالعلاقة يعني نعم شوف هالانسان كأنه كان عم انت عم تحس انه عم يبيع لك اشيء مش حقيقية اوكي وهيدا نوعا من الخصام او عندك نوعا من الحيري او عندك داخليا ما عارف اه مش شايف هل هالعلاقة صالحة لك او هالانسان عم يكذب لي لانه يكذب عليه اوكي لانه عم شوف هالانسان بيحكيك كلام حلو بس الحقيقة او الشيء بالواقع ما عم تلمسه ما عم تلمس لانه هالانسان يريد تقدم لخطوة للامام هيدا يعني عملك حيري من امرك ممكن هيدا ممكن تكون انت صارحته بالموضوع وتزعلته ممكن حكيته بهالموضوع وممكن جدا وارد انه اه هيدا خلق لك نوعا من الاشكالية بفكرك ومقادر تواجه الشريك هيدا كمان صالحة لكم اوكي عم نشوف كذلك على انه هو ممكن حاليا ام عنده كتير اشياء يوازنها بالحقيق اوكي عنده الانسان كتير اشياء يسعق اليها في نوع من الكي انا بيحاول يوازن بين عمله بينك انت وكتير اشياء في كتير بالحقيقة عنده ممكن عنده كتير هويات هالانسان بحب السفار بحب الاكتشاف وكمان عنده كتير اشياء بحب بده يعني عنده خيرة من امره كذلك لانه عم شوفه بيهتم هالشخص فيك وعم يهتم لعمله عنده كمان عنده نوع من الحير كذلك على انه اي طريق يتبع اكا? اه ممكن ممكن الانسان ما عم تحب فيه لانه ما انه صريح معك ما بيعتيك ما بيعتيك اه اه الحقيقة كانو عم تشوف انه شخص يماطل في نوع من الطبابية حتى بالعلاقة ما عم تشوف الصورة الواضحة اكثر عم تشوف ها الانسان جميل وعم يحكيك بنوع من الجميل وما عم يأذيك بس اه ما عم شوف شيء واقع ما عم تشوف تطبيق لهالكلام الحلو بالحيات اوكي? اه ممكن اه حتى ايجابيا عم شوفك اه انسان عم تحسه عنده كتير يعني عنده كل السبول لا يكون ناجح. امسان ممكن اه وضعه العملي جيد وضعه المالي جيد اه او يسعى الى تحسين وضعه المالي والمادي. عنده كتير اشياء اه انت عم تشوفها فيه كتير اشياء ايجابية بشخصيته حتى با اه يعني كتير اشياء ايجابية فيه اوكي? اما هو ما عم يحب فيك نوعي ان انت بدك دائما الاستقرار دائما يعني هالموضوع الاستقرار كتير حاسم فيه اما يعني ما بحس فيك انه جعلت العلاقة فيه نوع من المتعة بحس انه العلاقة تصير الى منحة الاستقرار والمنحة العلاقة الروتينية اكثر اوكي بدتهو شوية اخد وقت لا يستمتع تكونوا مع بعض تهتموا لعبعض تكون هيك بدتهو ما بحب فيك هالطريقة وكذلك بحب فيك انه انت انسان عندك شجاعة وعندك مقدم بالحياة عندك تفاؤل دائما بان الغد سيكون افضل وهيدا الشي بيحبه فيك عمشوف انه الانسان يعني نيتك انت بظل بيبين انه فيه نوع من النية لزهويش نوعا منه بدك انت يعني ترسم العلاقة ويعني تكون يعني ما هالانسان بزهويش اما هو فيه نوعا من الضبابي بفكره هالانسان عم يحبك وعم عم عم ينوي مع كتير اشياء بس حتى الوضع المادي حاليا ما عم شوفه عم يسمح له اه لانه اه الفايف اف بنتكاز حتى ما ممكن يكون عنده اه الوضع المادي ليس بجيد لهيك ما عم يفكر بالاستقلال بس هالانسان عم يفكر انه انه انت الشخص المناسب بحياته فيه نوعا من الحب حتى انت يعني تتوافق معه روحيا اوكي فيه توافق رحي كبير بينك وبينه اه حاليا ازع يعني نشوف هال حال سيعة يعني الخطوة القادمة فيه نوعا من الضبابي اكثر بس رح توضح مع الوقت يعني هال علاقة يعني عم شوف فيها وضوح اكثر بالمستقبل بس حاليا عم شوف فيه نوعا من الضبابية خاصة اللي له هو ما عم يشوف الطريق اه الحقيقية او الطريق اللي هي انسب لاله اوكي عم يحسك انه انت الشخص المناسب اه بينوي معك اشياء جميلة بس حاليا اه فكرة الزوج والاستقرار ما عنده بباله لانه عنده افكار كتير وعنده عمل اه عنده الموضوع العملي كتير شاغل باله اه بيقى تسحاله اكثر حاليا اه لهيك ما عم يفكر بالزواج او بالاستقرار بهذا الموضوع اكي بس انت شخص يعني بيشوفه على انه اجمل انسان ممكن يتمنى اكي هيدا اللي عم يطلع لك يا اصحاب القراءة التانية اصحاب الحجر الازرق رح شوف مصائح لقلك بيقلك الوراء على انه انت بامان لانه في حماية لقلك ولا طاقتك اه وحتى لحبك ولا بيتك اوكي يعني انه هالعلاقة رح اتضل محمية اه وراح اتضل اه كأنه الله يحميها بالرغم من انه عم تشوف كأنه العلاقة لا تقول الى شيء من الايجابية بس رح اتضل هالعلاقة عم شوف في انه رح اتضل بهذه الطريقة انا ما عم شوف في خصام او ابتعاد جسدي كبير بس عم شوف كأنه في في نوع من الحير بينك وبينه اوكي بيقلك بيقلك انه هال او هال مرحلة اللي عم تمرو فيها انتا والشريك ممكن اه يعني هي اللي رح رح تجعل هايدي العلاقة متينة اه يعني قوية يعني كأنه في اه بس اه لازم يعني تضلوا مع بعض وعم شوف انه هالعلاقة رح تضل بالرغم من كل هالشي اللي حاصل حاليا عم شوف وراح تضل وراح تستمر بس لازم تتحمل هالعباء اللي هلا بالعلاقة كذلك عم ينصحق الورقة لانه ازا بدك تنقي طاقتك الطاقة السلبية اللي حاليا عم تشعر فيه او ايه تعم تحس حالك لست بالجيد ممكن انه تروح على ما كان فيه ماء شلالات بحر اه ممكن تختسل بالماء يعني ان تلامس الماء لانه الماء كذلك بيشير الطاقة السلبية اه او علاقة او علاقة عمال حتى العمال ممكن اه ممكن يطلعوا من هذا العمال يقدموا استقالتهم او يغيروا عمال جديد اوكي رحيلة وعمال جديد بس عامة تاني انتبه للايادي انتبه كذلك لخسارة الاموال عم شوفك اكتر عم تبدر مالك حتى عم شوف ما عم شوف في اموال مقبلة عم شوف انه عم تحت مال او عم تصرف مال اكثر ما عم تجني مال بهذا الشهر بس انتبه انتبه لخسارة المادية انتبه لصحتك لاعيونك للنوم كذلك حاول تشرب ماء كتير عم شوف كذلك انتبه لأيديك انتبه من انه انه يكون فيه جرح لانه عم شوفك انه بالمطبخ ممكن تجرح ايدك انتبه لهذه الاشياء اوكي اشتركوا في القناة